الانديا الشعبية عندها مشاكل كتيرة الاسماعيلي المصري المحلة السنة اللي فاتت كان عندها مشاكل برضو بتلاقي مثلا الانديا الاتحاد بس قبل الحج محمد مصلح اللي هي كان في مشاكل برضو الانديا دي تعمل ايئه او انت مراج في نظرك انها تبقى موجودة في الصفوف الاولى دايما في الدور الممتاز مصر ك binnen هو وحلي الانديا الشعبية انه لازم يعني حد من جوه يعني مثلا المحلة لازم يبقى في الراجل اعمال مثلا من المحلة يبقى دعم للفرق زي ما بنشوف مستر كامل أبو عالف بورسعيد الحج هام السلح في الاتحاد هي ما لقاش حل تاني خالص هتعمل ايه طيب طب رجال أعمال مثلا في المحلة رجال أعمال في بورسعيد أكيد فيه أكيد بس المحلة والله يعني المحلة يعني أنا بحييهم من خلالك بصراحة عاملين أداء رائع هم عملوا شركة دلوقتي كورة وبتاعي يعني برضو عندهم ميكانيات مادية لحد ما وعملين كورة حلوة للسنادي يبقى صعب على الانداز الشعبية وانت مع الوقت بتلاقي عيني الانداز الشعبية يعني ما فيش تطور وفي النازل بعد كده فيما بعد هتلاقي كلها عندية شركات لو فضلنا على كده لو فضلنا على كده أكيد ما انت عارفة كابتن طول ما فيه فلوس انت هتقدر تطور في فرقتك هتجيب العيبة هتجيب احتياجاتك مع الوقت فهتختف الانداز الشعبية أفضل فترة للمصري والإسماعيلي موجة نظرك بص أفضل فترة للإسماعيلي الفترة اللي كان فيها اللي هم خدوا الدولة ليها فترة كابتن محمد ببركات وسيد معوض كان محسن صالح مدير الفن كانت محسن عتقل لا يمكن سيد معوض كبان ما كانش معاه عمادي النحاس اسلام الشاطر كابتن محمد صلاح ابو جريشا دي كانت فترة مجد الصياد الفترة دي كانت مساد معوض كبان يبون على فكرة لا كان صغير شوية ما أعتقدت كان موجود الفترة دي ممكن لكن الفرقة الأحسن فترة الناد المصري فترة من 2010 2012 كان فيه فرقة جامدة جدا بس للأسف اللي حصل كرة توقفت فترة بس أنا فاكر فرقة اللي كان فيها برزكري وقاسمبور ما حضرتش أنا بقى دي كانت فرقة جامدة جدا أنا بكلم اللي أنا حضرته اللي أنا حضرته الفرقة دي كانت فرقة جامدة جدا جدا كن فيه ناس بتطلع عبارة 18 لعيبة جامدة جدا في الاسكوات أصدق كانت فرقة جامدة جدا وميستر كامل كمان دي أنا عايز أقول لك معلومة أنت عارف أن محمد صلاح والنيني كانوا ماضين في النادي المصري محمد مين محمد صلاح والنيني كانوا ماضين في النادي المصري كانوا موجودين كانوا ماضين في النادي المصري والله وبعدين ايه اللي حصل حصل التلمطش اللي حصل المشكلة والدنيا ده يعني وطبعا لو راحوا للمصر كانوا عملوا تقفر جبيرا لاتنين لعيب كان فيه اوكا وعبدالله الشحات في وقتها وكان فيه لعيبة بتاع 7-8 لعيبة جامدين جدا كانوا جايين كمان أنا فاكر كان فيه الناس كمان كان هتمشي اعتقد من مصر كتير في الفترة دي كانت اعارات او حاجة زي كده وش كده برضو كان عودة هتنتهي فاكروا هما جابين من مجموعة الناعيبة دي جمهور المصري وجمهور الاسماعيلي الفترة دي يا حودة يعني مطلوب منهم ايه بص النادل مصري ما اعتقدش انه يابقى عنده مشكلة الفترة الجاي يعني زي ما قلت لحضرتك في وجود مستر كامل أبو علي مفيش مشاكل والامور بقى ابتدت تمشي وتتحسن يعني لكن الاسماعيلي في مشكلة كبيرة جدا والواحد حزين يعني حزين على نادل اسماعيلي بصراحة طول عمرنا انا بقى بشجع النادل مصري بس طول عمرنا النادل الاسماعيلي دوت بيطلع نجوم كبار وبنستمتع بيه حتى لو هو الفرقة بتستمتع بالنادل اسماعيلي كلنا والله بنحب الاسماعيلي للأسف دلوقت اجابت ان ولا اداء ولا نتيجة للأسف يعني ما عرفش دينا رايحة في نادل اسماعيلي لفين بس لازم يبقى فيه وقفة ولازم الناس تعيد حساباتها داخل نادل اسماعيلي هو بيقولوا ان احمد حسان مهيدي خلاص رايح الاسماعيلي وبجهاز يعني وكده من الاسماعيلية نتمنى ان هم يعني يقوموا لاسماعيلي بس بعد المطش اللي جاي يا رب يا رب يا رب ان شاء الله طيب الزمالك بقى رأيك في نادل زمالك الفترة اللي فاتت واداءه ورأيك في الصفقات اللي جات في نادل زمالك والولاد الصغارين اللي طلعوا وعملوا طفرة فيه اداء لعبة هو طبعا نادل زمالك فريق كبير جدا بقالوا كام سنة ماشى على خطوة صابتة ممكن اكتر النادي بيطلع نشئين ونشئين بيمشوا بشكل كويس جدا عندهم نجوم كبار يعني انا نادل زمالك فيه اتنين لعيبة يعني انا بشوف ان هم لازم وبقالهم تجربة في اوروبا بس وفقان ده كبيرة يعني يعني امام عشور ده حاجة في الكرة حاجة كبيرة جدا حتى رتمهم سريع على الدور المصري رتم الولاد سريع على الدور المصري فلا فرقة زمالك فرقة كبيرة وبقالها فترة ماشية بخطة صابتة النادي زمالك الفترة اللي جاية عنده مطشات صعبة جدا وكل تلات اربعة اتنين مطشة يا محمود هو كل المطشات بقت صعبة كبيرا انا عندك المطشة جاي سماعيلي ثم اسوان ثم داخلية ثم برامة ابنهاي كاسم ثم الاهلي في الدور العام مطشات اي مطشة صعبة يعني اي مطشة في الدور هيقابلك الفترة اللي جاية صعبة ما بقيتش تقدر تتوقع ان تيجت مباراة يعني بنشوف اسوان بيكسب فرقة كبيرة من المقولين اتعادل وعمل مطش رخم جدا وصد الزمالك فما بقيتش تقدر تتوقع فانا بشوف ان كل المطشات الفترة اللي جاية صعبة جدا خصوصا ان الفرق بين الاهل وزمالك قلال جدا ودي بتخلي المنافسة شديدة جدا الزمالك قادر ان هو يحصد اللقب التالت على التوالي طبعا لسه بدري اويا متقدرش تقول لبعضي من ايخ طبعا وارد يعني اشتركوا في القناة